اشتركوا في القناة ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالصة وصادقة تعزيه ومواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة فخامته سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن حر تعزيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة فخامته داعيا المولى جلت قدرته أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان اشتركوا في القناة